اهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج الحكب السياسي ساعات المقبلة حاسمة لمعرفة مصير الجلسة الاولى لمجلس النواب والاتصالات مزالت مستمرة خاصة بين القوى السيادية والتغييرية وبتتجه الانظار المحلية والدولية لهذه الجلسة ولكن يبدو ان النتائج صارت محسومة لناحية انتخاب بره رئيسا للمجلس باكترية 65 نايب وبوصعب نايب له بحكم صفاء جديدة او تسوية جديدة رعاها حزب الله بين حركة امل والطيار الوطني الحرب هدفها رفع عدد الاصوات اللي مرجح انه يخدها الرئيس بالرئيس ولو ما في خيار اخر ولكن الكل ناطر القرار الموقف او المواجهة يلي وعدونا فيها التغييريين والسيديين انه تبلش من هون والكل ناطر هيد الكوى انه تتلقف رسالة وتنتهز الفرصة بالكم ساعة الباقيين كرميل تتوحد بوجه هيد المقايضات والصفاءات وتحاول تمنعها او تمنع تكرارها كل هيد الامور عم بتصير على وقع تفاقم الازمة المعيشية والمالية والتخبط الحاصل بسعر صرف الدولار والتلاعب بمصير اللبنانيين اليوم رح نبلش القسم الاول من حلقتنا من الشمال مع مؤسس سوار عكار لاستاذ ميراز الجندي اهلا وسهلا فيك استاذ اهلا وسهلا فيكن ولصوت الحرية هو صوت لبنان وتشكركم على استضافة اهلا وسهلا وبداية قبل ما نسلم على اللبنانية بدي يوجه تحيي للمرابطون في القدس واسوار بيت المقدس هؤلاء المقاومين المقاومين الشرفاء يعني اكيد ما بعد كل شيء عم نشوفه عم بصير بالقدس يعني ومع هال الاحتلال برضو عم يرجع يكمل بكل ادواته القمعية يعني ما بعرف قديش بابدهم اي متى رح يفهموا شو القدس ولمين القدس وشو قص القدس وكيف رمزية القدس مش بس لفلسطين لكل العالم واولا لللبنانيين بداية بدي اسألك عن عكار والانتخابات اللي حصلت بعكار كان في سبق وهي المعركة انخاضت على سبع مقاعد بتقلف ثمان او تسع لوائح بعتقد فوق يعني واكتريتها كانت لوائح تغييرية او سمت حالة لوائح ثورة شو كان شو كان موقف كون كيف كانت هالانتخابات كيف خطوة خلانا نعمل هيك جولة قبل ما مفتب شو رح تكملوا لقدام او شو صار معكم بالتحديد بداية نتائج الانتخابات اللي صارت بعكار امر متوقع بظل هالشرزمي والتخلي اللي صار عن حراك صور عكار وعن المجموعات اللي حكيت باسم التغيير بعكار والشرزمي يتحمل جزء مننا كمان لبعض الاشخاص وبعض المنصات تحديدا هي اللي قعدت تصنف الناس بين ثورة وبين رفض الاخر ورفض المعارضة وكثرة اللوايح هي عامل أساسي لقدت هدى النتائج بحسبة بسيطة بلغة الأرقام لو نحصل مجموع الحواصل اللي حصلت عليه اللوايح الغير اللي لا تمثل السلطة أصدق الأصوات أصدق نعم هي أكتر بكتير من الأصوات اللي حصلت عليها اللي احتان اللي قدروا وصلوا للحواصل وقدروا ربحوا الانتخابات نعم في عدة عوامل حكيت عن منصات يعني مين أصدق اليوم بالمنصات تحديدا منصة نحو وطن اللي على رأس السيدة شانطال ساركيس نعم شانطال ساركيس هني كانوا عم يشتغلوا على توحيد القوى التغييرية كان في منصة نحو وطن وكان في منصة إرادة كلنا إرادة نحو وطن شو المشكلة نحو وطن البداية نحنا تواصلنا نحنا إياهون وعادنا نحياهون وشفنا الأمور الترحات اللي طارحينا حتى أنا ملاحظاتنا وقالوا هني بدون يطرحوا اقتلافات جينا لنحكي بموضوع الاقتلافات نحنا مع الاعتلاف ومع أنه نوصل لذوحيد وجهات النظر بين كل الحراكات والمجموعات السورية الموجودة بكل لبنان أو كل عكار من هون بلش التصنيف هذا مقبول وهذا مرفوض وهذا ثورة وهذا معارضة وهذا أحزاب وهذا منه أحزاب وقعدنا نصني في العالم هذا معه وهذا ضد لحظة أنتوا رحتوا بتصور معين عند شانتال ساركيس وهني صاروا المنصة صارت ترفض ناس وتقبل ناس طبعا قادوا يصنفوا أنه هذا ثورة وهذا مش ثورة مثلا صاروا يرفضوا حزب الكتائب وأنه نحنا بجزء من جبهة المعارضة اللي فيها حزب الكتائب صاروا يصنفوا أنه لا هذا غير موضوع حزب الكتائب فيه أشخاص مثلا طرحوا هني أسامي ناس عليكم أنا بعدين عرفت طبعا مثلا بعكار انطرح اسم إدغار ظاهر لأنه طلعوا على التلفزيون طبعوا لنا رأسنا لأنه هني ما بيصنفوا لا طرح انطرح اسم إدغار ظاهر هني بيطعمه بس إدغار ظاهر بدل العميد جورج نيدر نحنا العميد جورج نيدر نحنا بدي حكي بالأسماء وعلى المكشوف أكيد لأنه اليوم اللي صار في ناس باتحمل مسؤولية اللي كان نحنا فيه عنا خلافات بوجهات النظر أو مع العميد جورج نيدر صار فيه اجتماع خارج عن الإعلام ونقول السري بيني وبين أحد الأشخاص مقربين من العميد نيدر وكان قبل ما يطلق شيء اسمه ائتلاف وتفاهمنا أنه مين عنكم أسماء خليها تطرح الأمور بواقعية بلغة الأرقام بعيدا عن الفيتيات ونطرح الاسم العميد جورج نيدر لأنه نحنا ما لدينا مشكلة إذا الصنداج يشير أنه العميد جورج نيدر نحنا ما لدينا مشكلة مع أي وما لدينا فيتو على أي شخص وهذا الاجتماع موسق وحصل به سهل عكار شو اللي صار اللي صار أنه ما بدي أجلد الزاد أو أجلد المجموعة لا لا عم نحكي هلأ خلصة الانتخابات لو هيدا الكلام قبل الانتخابات كنت تقول لك إيه عم نجلد زاد صار فيه ائتلاف كنا نحنا خارجه لأنه نحنا كنا خارج هذا الاتلاف لأنه طلبنا التريس للتواصل مع باقي المجموعة في بعض المجموعة ما دعيت قال صار هني يحطوا فيتيات أنه هذا ما بيقبلوا لأنه خلينا نحنا ندعي المجموعة مين هني المنصة عم تحكي هي المنصة كانت دائرة كل شيء والمدير المسؤول عن هذه المنصة قال الموظف بعكار من قبل المنصة وعم بخدراتي بشهري بهذا الموضوع لأن المنصة رسميا هي كانت موظفة ناس طبعا طبعا في منصة بعكار هي موظفته عن دولاتي بشهري وكل شيء وهذا أمر طبيعي ليس شيء عام راحوا دعموا ائتلاف وانتوا صرتوا برا نحن كل طلبناه بموضوع الائتلاف التريس للتواصل مع باقي المجموعات وهذا القرار لم يصدر فقط من حراك صوار عكار صدر عن اتحاد صوار عكار بعدين جزء من الاتحاد صوار عكار راحوا للائتلاف صار في تسوية ما قسم كبير من الائتلاف من مكونات الائتلاف خرجت هذه التسوية وحراك صوار عكار لم يدخل بهذا البزر يعني انتوا بقيتوا موحدين بصوار عكار نحن حراك والائتلاف يلي تقسم رجا الائتلاف تقسم قسم من الائتلاف وقسم من اتحاد صوار عكار اخرجوا هذه اللائحة يمكن علميا اني كاشخاص اكاديميين جيدين ولكن لا تحاكي تطلعات او تحاكي الديمقرافية والجغرافية العكارية نحن نحكي شعر دعنا نحكي واقع نحن نحكي ارقام نحن نحكي ارقام ولكن نحكيني فعليا ماذا يحدث مين اللي تدخل مين اللي سحب ماذا يدى الى فاق الائتلاف نحنا ما كنا انا ما فيني احكي شي ما كنت ضمنه نحنا لم نكن جزء من الائتلاف وتماكنوا ضمنه في سبب نعم السبب البدية هني ما تريسوا ورافضوا ان نتواصل مع باق المجموعات كل طلبنا نحنا تريس وهذا موجود بخطاب رسمي موجه تعتقدوا مثل البراشويت نزلوا منزلين كانوا على العكار المرشحين طبع الائتلاف حاليا اللي كانوا صار فيه تسوية صار فيه تسوية مين ومين تسوية التسوية تمت طبعا بإشراف شانتال ساركيس إشراف شانتال ساركيس وبعتقد في القوات جزء من هذه التسوية اللي صارت لإضعاف اللي حت تغيريه صار فيه امتعاد من بعض المجموعات لحظة يعني شانتال ساركيس بعد عنده علاقات تعتقد بعد عنده علاقات مع القوات أنا بعتقد شانتال ساركيس عنده علاقات مع القوات يمكن بطريقة مباشرة أو تنفذ أجندة بطريقة غير مباشرة عملت حالة ثورة يعني هلا وهي بتعتقد أنه فيه لا بديها بكل صراحة أنا بستغرب هي عاملة حالة ثورة وعادي تصنف أنه هذا مقبول وهذا مش مقبول وبدنا اقتلاف نظيف اقتلاف نظيف كيف مين بدينا بصنفها؟ يعني تتهم شانتال ساركيس إنه كانت عم تنفذ أجندة ولو بطريقة غير مباشرة للقوات اللبنانية للقوات اللبنانية ولجهات الله أعلم كمان حتى إذا بنا نحكي بموضوع عكار موضوع التفاهم نحنا كانت إيدنا ممدودة للقوات اللبنانية ليكون مرشح المدعوم للقوات اللبنانية ضمن لاحة مع القوى المعارضة لآخر لحظة لكن الرد الرسمي للقوات اللبنانية كان إنه هن بدون نحن نجا علي أحدهم وهن صاروا متفاهمين مع أشخاص وللأسف هيدا الشي اللي هيدا الشي اللي لبتلون إيه شانتار ساركيز جابت ناس سوار حطتهم على لاحة القوات؟ لا لاحة القوات أنا بس بدي حكيك كيف لكان كيف لكان دعمتهم أو نفذتهم مخطتهم؟ اليوم مجرد لما تخرج لائحة باسم ائتلاف أو باسم قوة ثورة بعكار هي معروفة بالأرقام ما بتقدر توصل للحاصل إفساحا في المجال اللي ياخد لائحة القوات ياخدوا الحاصل شتت يعني التشتيت اللي صار بالمجموعات شرزل هو كان الهدف الأساس وللأسف بمكان ما يعني ما بدي أجلد الذات أو أجلد رفائي ناشطين ما عم نجلد حدا عم نحكي أمور صارت الإيغو لعب دار اتصالات الحسابات عند البعض لعب دار قدت لها عدة لويح الحسابات العائلية عند الجامعة المرعبية والتي بكل حزن عم بحكي الحقيقة مثل ما هي كانت مصلحة الباك عند الجامعة المرعبية وكلمة الباك عند الجامعة المرعبية أهم من مصلحة عكار وهذا بالمقلب الآخر لما أدى إلى لائحة توافقية بين حراك صور عكار وبين الجامعة المرعبية هم بعيدا عن الاتلاف جربتوا يعني طبعا كان القيم أو عراب هذه الاتصالات حركة سوى للبنان المدعومة من الشيخ بهاء الحريري شو الدور اللي لعبوا الشيخ بهاء فوق حاول يجمع؟ طبعا حاول يجمع وليش ما قدرتوا اجتمعتوا؟ حاول الشيخ بهاء يجمع وكان هو قال أنا أدعم لائحة توافقية للأسف النفوس داخل حركة سوى كل واحد دمن بعض ان كان روجي قدي من ميلي اللي زي فرض مرشح ما عنده أصوات ان كان سوق إدارة سيد صافي كالو اللي يمكن تربطه مصالح هو وغسان المرعبي عميد الجامعة المرعبية قبل بلاائحة مزكات فقط من الجامعة المرعبية وأسماء مزكات من سيد روجي قدي قدت إلى هذه النتائج وقدت إلى خروج واعتكاف وعدم دخول حراك سوى راكار ضمن هذا البزر حكيت أن تشتت هو سيد الموقف اللي قد أدى إلى خسارة الثورة تركنا لمصيرنا نحنا كمان بعكار يوم للمنصات وفد بتاعه داتا كان كلنا إرادة كان نحو وطن ما حتى نحو وطن ما وفد بتاعه داتا لرفائنا وأخوتنا بالإتلاف ماذا وعدت؟ بكل صراحة تغطية المصاريف اللوجستية للمناديب والحملة الإعلانية ما قدمت شيء منه؟ طبعاً ما تغطى هذا الشيء وإن كان كمان كذلك حركة سوى لم تفي بتاعه داتا بالنسبة لأينا لأنه صار في تضارب بين رجاء ديمن ميلة صافي كيلو من ميلة أستاذ سعيد سنديقي اللي يقيله كل الإحترام حاول اللعب دار كتير إيجابة لكن قال لي أنا الملف صحب من إيدي صار الأسماء ما أجت من عنده وصار يمكن تسوي بين سيد صافي كيلو وبين غسام المرعبين يعني وبالمناسبة نحو وطن طلعنا نحن ضحية هذا الشيء ما فيني إلا وجه تحيي لمرشحنا اللي كان مفروضك مرشحنا الأستاذ أحمد عيسى ومرشحنا اللي راح بغير تجاه مبلومو الأستاذ إليس عد أنتوا مرشحتوا بس فوق رسميا كان نحن عنا مرشح تبنيته ترشيح تبنيته ترشيح أحمد عيسى ما كمل لأنه ما صار في تفاهم والأستاذ إليس سعد كمان راح بغير تجاه لأنه ما صار في توافق طيب حكيت عن موضوع التشتيت وهذا التشتيت اللي كانت حاملته وراعيته السيدة شانطار ساركيس عبر منصة كلنا وطن أدى إلى ما أدى إليه طيب ليش تأخرت تطلعة النتائج فوق ماذا تتحدث عن تسوية؟ أعتقد بعكار دائما نزاهة المشنوق تتدخل نزاهة؟ المشنوق السابقة تتدخل اليوم يوجد تسوية دائما للمرشح وجهة ضحية لسيد أحمد عيسى اللي كان مرشحنا على المقض العلوي اللي انصحب لأنه قال من المستعد يدخل بلائحة ما فيها تفاهم وما فيها حد أدنى أنه نوصل لحواصل نعم مرشح العلوي على لائحة البعرينة نائم فيقوم صرت نائب لأنه ما بدون يعطوا الغلبة للاائحة التيار الوطن الحر يبين فيها أنه أخذت أربع حواصل يمكن ضمن تسوية أنه هذا المرشح معنى معنى أولى إظهرات صفقة بيّنت هالعمد نائم مين اللي اتدخل فوق كل المنظومة يعني اشتغلت على هذا الموضوع؟ أو تحديدا في حدا من المنطقة فوق يعمل على هذا الموضوع بالنهاية التيار الوطن الحر إذا عم يخسروا له نائب التيار يعني كلنا بنعرف أنه هو جزء من يعني هو الجزء الأساسي بهذا بالعدد الأصوات التيار الوطن الحر خسراء حزب الله هو اللي اللعب الكفة الدور المرجح وكفة الميزان لصالح التيار الوطن الحر ولي صالح ومنظوم ماذا له حزب الله؟ بعدنا عم نحكي عم رسيم التجنيس نحن نعرف أن هناك أكثر من خمس آلاف الصوت يصوت في عكار أنه مجنسين يأتون من سوريا غير الذين يصوتون بالأمور النظامية يأتي هذا الوقت الانتخابات أين نزدون؟ نزدون لمحمد يحيان المرجح التيار الوطن الحر وهذه من مختلف القرى موجودة وينكن موجودين أكثر من أصحاب طايفة واحدة لا 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 اصحاب مذهب واحدة أكثر إذن سنة وعلاوية ولكن هن بيصبوا لمحور سوريا ويضل صبوا بلوك لصالح محمد يحيى محمد يحيى اللي هو يجيب أكبر حاصل أكبر رأب لأدى لأجل هذا الحواصل لأحدى التيار وطنحر المال الانتخابي قديش تغل في بعكار يعني سمعنا عن عدة دواير ببيروت بيروت التانية بشمال الأولى والتانية قديش كان لاعب أساسي المال بيعكار كنا نحن نقول يحكوا الناس بفكاهة لقيحة المعابر نعم اليوم المهربين قدروا استغلوا المال لقمة عيش اللبنانيين من التهريب واشتروا فيها أصوات حتى صار فيه شراء زمن من كل اللوية مهربين هني كانوا يعملوا الانتخابين بين قوسين اللي بيسهلوا أمور التهريب اليوم محمد يحيى لما يدفع مصاري لما أنا بيحكى بيعكر محمد يحيى اللي نحكى أنه تلعب أصوات بالمصاري لأنه قال فيه مرشح تلعب أصوات بالمصاري كله دفع مصاري لما محمد يحيى بلوك من سوريا خمسة الفصوات وبيشتري بيع أصوات يمكن هو عنده حيثي أقل من هكتير لما محمد سليمان اللي هلأ صار نائق بلوك من يشتكوا علينا لأنه زي درجة هلك شو ما نحكي الكلمة بيشتكوا علينا صار نائق وهذه هذي سخافات للأسف يعني شو ما نحكي التهويل يعني اليوم حرب علينا سياسية والاقتصادية مفروض أن تكونوا عم تحكوا بهاك أمور بديكون في عندكم مستندات أو بديكون في عندكم الحجج طيب أنا عنا الحجج وعنا فيديوهات وعنا كل شيء لكن تحكي اللي لا تنع فيه قدمناها للمجلس الدستوري بالانتخابات السابعة أو هلأ شو بيجير الرد الأنوني أنه النتيجة أو هذا ما بيغير بالنتيجة نعم هو المفروض لما أنت تلاقي حاملية تزوير واحدة توقف الانتخابات لما تتكسر السناديق بيعكار تتكسر الموجود الفيديوهات طيب كيف هدي كان لافت هدي المرة غياب المراقبين الفعليين عن عكار ما كان فيه مراقبين لا ما كان فيه أنا شهرت بأكثر من مركز الطراء ما شهرت مراقبين وخاصة بعثات الأوروبية ما شفتوا هذا مع أنه نحن اجتمعنا مع الاتحاد الأوروبي سابعا وقالوا أنه نحن ما فينا نودي سبعة ألاف وواحد لأنه مش مطلوب من كنت تودوا سبعة ألاف وواحد مطلوب تودوا خمسين وواحد وتوصفوا إلى يوم واحد تدربوا سبعة ألاف ناشط يقدروا ما هذا الشيء أخرى ما أعطى عكار؟ ومين كانت البوصلة؟ أكيد بالاغتراب كان لصالح التغيير ولكن للأسف مين من التغيير؟ أي ليحة؟ عكار تغيير كانت عكار تغيير بمكان ما وكثير للواح يعني كل المجتمع المدنيا عطيت بس لم يكن للسلطة كم صوت كان فيه أغتراب؟ هذا ما يأتي لك بكل عكار لم يسجل أكثر من 8000 صوت بكل الأغتراب مع أنه عكار ينتخب فيها مكمية 9000 صوت وفيها نسبة من الأغتراب؟ هناك نسبة من لم يسجل نحن في مكان ما فعلاً أنا أريد أن أطلبه لماذا تعتقد أنه لم يكن هناك حماس في عكارين؟ أنا حتى أعرف كثير من الناس لم يكن هناك حماس لأنه لم أعطيته الصورة من الأول لم أعطيته السئة من الأول أفشل بمكان ما أنه أن نظهر أو إخراج لائحة تحظى بسئة الناس هذا يتحمل مسؤوليتها الجميع بما فيهم نحن بما فيهم أنتم نعم بما فيهم نحن كجابة معارضة وكحيرك صور عكار تعتقد أنه لو تكرر تجربة دائرة الجنوب الثالثة يعني مطرح ما صار في الخرق بدكتور جرادي وفي راس حمدان يعني لو توحد عدد فوق عكار كنتوا عملتوا نفس الخرق في وجه كل المنظومة؟ لا خب أعطيك معلومات لا حط لأخذت أربح حواصل اللي هي اللي على رأسه نائب وليد الباريني ما سجلوا ناطرين لحتى وصلوا أنه صار فيه فشل بتوحيد لقاح بإخراج لقاحة موحدة لحتى سجلوا كل دراساتنا والأرقام تشير أنه نحن عندنا أربع حواصل وليس خرق أربع حواصل والأرقام تحدثت عن ذلك اليوم للأسف بما كان ما ما صار في تبني واحتضان واحتضان الإيغو لعبدار أنا لعبدار طبعا مصر كمان مصر في تبني واحتضان فعلي من قوى المعارضة والمنصات الفعلية إن كان كلنا إرادة أو نحو وطن أو حركة سوى للبنان عملوا أو جبهة المعارضة لم نحتضم لا عالميا ولا مديا ولا لوجستيا هيدا اللي بدي أسألك أنتو بتنتموا لجبهة المعارضة اللبنانية شو قدمت لكم الجبهة شو بيك بتسمت ولا شي ولا شي وطلعوا وعملوا لقاءات عندكم طبعا للأسف ما أخذنا بنصايح بأحد الاجتماعات لأه أستاذ ميشيل معاوض وقال الشيخ سامي أنه نحن ما فينا نظل ناطرين إلى ما لا نهاية المنصات لازم نحن نقدم لويحنا ونتفاهم وكنا منشجع هذا الشي ولكن للأسف لما تم رعاية التهت الأحزاب داخل الجبهة بكل واحد بمنطقته مع أنه أنا يعني أنتو نصحوكم أنكم تروحوا تألفوا لويح وتحضروا حالكم وترجعوا بعدين تفاهموا طبعا أنتو ملتزمتوا بهذا الموضوع لا نحن ما كان عنا القدرة نقدر نحن نقلف لأحلى واحد نحن كنا مفتحين على كل القوات التغيرية هذا الأمر يتطلب لأمور تنظيمية أكتر يتطلب لأمور لوجستية لأمور إعلامية لأمور سياسية لأمور مادية هذا نحن نفتقد يعني ما فينا تجد يعني بوقتا كان فيكم ترشحوا أو كان مفروض عليكم ترشحوا لماذا لم ترشحوا نحن زكينا كان عنا مرشحين جاهزين أنه كان المرشح أستاذ أحمد عيسى والأستاذ الذي ساعده كان رفاقنا باتحاد صور عكار عند المرشح أستاذ حامد زكريا وكان المرشح بر الأسعد كنا نحن نحكي بأرقام أنه مين بيكون صالح بهذه المرحلة ما كنتوا دعمين للاحة النهود العكار يلي مدعومة من السيد بهاء أو كنتوا بعدما لم تتحدثوا مع السيد بهاء كحراك صور لا بهذه المرحلة نحن كنا المفروض ضمن لقاحة واحدة كنتوا على أساس سوا لقاحة واحدة للأسف تصرفات وتعنت الجامعة المرعبية ببعض الأسماء وتصرفات السيد صافي أخرجت لقاحة النهود العكار بهذا المشهد وهذه العقام بشو خزلكم بالذات السيد بهاء الحريري خزلنا بالذات بالدعم المادي وبإسقاط أسماء علىنا والتزم بين مع الجامعة المرعبية ولا ما يلتزم معنا يعني السمع لصوت الجامعة المرعبية بالأسماء بلقاحتهم ورغم نحنا كنا عم نحكي بالأرقام إنه هذول المرشحين اللي عم يسمون ما عندهم حواصل ما عندهم أرقام نحنا نقبل عم يحكي بالأسماء بالسيد وسيم المرعبي يكون مرشح هن صاروا بدون يسموا ثلاث مرشحين سنة نحنا كنا عم نسمي السيد حامس زكريا السيد وسيم المرعبي والثالث يعني الدراسات لمن بتشير الاسم الثالث ما في مشكلة وكنا عم نحكي بالروم إليس سعد حتى المرشح ذكرناه السيد وسيم منصور المدعوم من القوات اللبنانية والمرشح العلوي أحمد عيسى والمرشح الروم نشوف كمان لتا حالفات هن كانوا مصررين إجا سيد رجائد أسقط اسم الدكتور نافذ الوراق اللي جاب 155 صات وأسقط السيد صافي كيلو اسم العلوي اللي جاب 50 صات هذول أسقطوهم رجائد وصافي كيلو والإصرار جامعة المرعبية غسان المرعبية على اسم صعد الله حمد وعلى اسم واسيم المرعبية وسيد محمود حدارة اللي يقيلو كل الاحترام للأسف للأسف نحكي بالشارع هذي أنه لاحة الباك وصهر الباك أهم وهذا هكي كانت فعليا هذا التعنط اللي كانت ضمن إدارة جامعة المرعبية أدى لهذه اللاحة برأيك تعلموا من هالتجربة ولا بعضهم مستمرين أنا بس بدي وجه رسالة من القلب للشيخ بهاء الحريرة فعلا بيعكار والله والله هذي عمان صدق العالم بحاجتك ما تخزله انت خبت صارت وراء ظهر لكن نكمل نحط الإيد بالإيد وخلينا نكمل هذي المسيرة مسيرة فعلا رفيق الحريري الصوت الاعتدال الحقيقي والصوت الوطني العابر الحقيقي ما تدخل لماذا هذي دائما بتوجهه للرئيس سعد الحريري أو أي شخصية تانية الرئيس سعد الحريري نحن منعتبره من ضمن منظومة المافيا يعني نحن لو رئيس سعد الحريري كان عم يعطي حقوق عكار لأمره ما خزلته ما كنا وصلنا لهذه المرحلة سعي رئيس سعد الحريري حرم عكار وتنازل كل يطع حساب عكار كل حكومات اللي ترقصها الرئيس سعد الحريري كانت حصة عكار صفر من الموازنة صفر صفر ما كان يعطي أي شيء لعكار بين اللواء أشرف ريفي والسيد الحريري مين أقرب لكم الاثنين بدك تنقل حدا منعتبر اللواء أشرفي لكين ليش لماذا وجهت له كمان نداء لللواء أشرفي لأنه الأخ اللواء أشرفي هو أخ وصديق نحن نحن نعتبره هو السياد الأول والمقاومة الأول عن حق سيادة لبنان اللواء أشرفي وهذا الصناع فعلا هذا الصناع اللازم يكمل بعض إن كان الشاخ بهاء الحريري وإن كان اللواء أشرفي قبل ما أسألك عن الساحة الساحة السنية يعني بتعتقد فيه تغير بعكار من بعد كل الأوضاع المعيشية انفجارة ليل الثورة وبنعرف شو كان إلى دور بعكار بالثورة بتعتقد صار فيه تغيير وليك أو أو ما ترجم هذا التغيير لأنه ما حدا يعني يربط كل النتيجة بعدم تشكيل الليحة موحدة لا لا أكيد مئة بالمئة في تخليق طبعا فيه تخلي تركنا لمصيرنا فيه تخلي وفيه كمان برأيك الرأي العام لعكاري تغير تأثر طلع من العباقة العائلية اللي كان طبعا 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 حتى ضمن اللوايح السلطة اللي بيقول لك السورة ما انتصرت أو مع أحدث التغيير لا من صحيح اليوم كان اللوايح بمكان ما رفعت شعار التغيير كل اللوايح كلهم حتى لويح السلطة اللي كان اللي حتى البعاريني كان فيه مرشاة حتى بتقول لك أنا مع السورة يعني اليوم ماعد فيهم هني الخطابات اللي كانت لدي ماعد تصلح هلأ وهذا بحد زيته السورة ونمض السورة فرض نفسه فرض هذا الريتم التغيير هذا اللي كنا نشوفه السابقا ماعد يحصل هلأ قدي الوضع الأمن بعده أساسي بعكار قدي بتتخوف اليوم من أمور أمنية ولا ما في الأمور الأمنية أو الانفلات الأمنية بحاجة لطرفين والوحيد اللي قادر يلعب للأسف حزب الله أو مجموعات تحرك من غرفه الظلمي بالمحور الظلامي بتعتقد اليوم إذا رجعنا للاختيالات أو أي أمور أمنية تانية مسؤول عننا حزب الله هو أو غرف الظلمي اللي تتقاطع مع مصلحة حزب الله طب ليش وقت اللي كان بالحكم ما كانت ما كان عم بيصير كل هالتفجيرات وهالوضع الأمن العاطل هل هيدا الشي بيثبت إنه هو إله بالوضع الأمني إله تأثير هون بدنا نسأل اللواء ريفي وعلى المتفجيرات اللي جاب اسماحها مهروف اللي بدي عمل تفجير السيد حسن يعني بيتهم بيتهم جهات أخرى يعني حتى أمريكية أو خارجية بهذه الأمور هو أدرب هذه الأمور نحنا ما بنعرف فيها نحنا لما كنا بمالف أمن ولعننا جهاز أمن ولي قادر يعرف شو حصل بمقرارات على مجلس وزراء العدو الصهيوني معقول ما بيعرف شو يصير بالتفاصيل معقول التهريب كان على فكرة فيه شغلي التهريب لم يتوقف يوم في عكار كان بإشراف الأجهزة مجتمعة والكل يعرف حتى الجهات الأمريكية تعرف بس ما فيك تقول أنه حزب الله مواقف حد أهل عكار بانفجار تليل شو يوقف حد جمع استغل الظرف وعطى كم مليون للأهالة مثل هلأ بالانتخابات العالق استغلال طبعا استغلال مواقف حد العائلات شو لمشروع ضمن مجلس النواب أو القانون كان لصالح حكار ما هي الكرسى وقعت شو بدي عمل يعني كان أحسن من بعض الأهالي في فوق أول الاستغلال الإعلامي لجرح الناس اليوم صار هذا يقل وقف مدين جنب الأهال الضحايا يعني اليوم الجماعيات الأهلية والمجتمع المدني والمعارضة كان تبرعاتها تفوق الأربعة مليار دولار بينما فيهم السيد بهاء الحريري يساهم كمان وتبرع وكان من اللحظة الأولى تبرع لمستشفيات المختصة بالحروق لعالج الناس لدفع فرق الفرق فريش دولار لحتى دون أن تمس كرامة الناس دون أن أحد يعلم هذا بينما هداكي راح إذا يعطي خمسة مليون ليرة أو لطني ورني ما هكذا يعني يوقفوا أحد أهل عكار ولا أحد يلوم أهل عكار ويقول يحملونا النتيجة هذه أهل عكار أهل كرام وأهل عزة وما أحد يلومنا بظهر بالعودة للموضوع الساحة السنية اليوم كيف تأيم الوضع هل المقاطعة نجح فيها الرئيس سعد الحريري أو فشل وشو كان تأثير هذا التنوع اليوم أو شو رح يكون تأثير هذا التنوع اليوم على الساحة السنية فشل الرئيس سعد الحريري بموضوع المقاطعة وللأسف الرئيس سعد الحريري ما كان في مقاطعة عندكم لا ما بيانت بالأرقاء ما بيانت ما كان يعني كانت محدودة يعني المقاطعة شيء وعدم تلبية أو الذهاب إلى الانتخاب شيء آخر برأيك يعني كان في أوضاع اجتماعية معيشية اقتصادية أثرت أكتر من مطلب الرئيس الحريري لالتزام بالمقاطعة في عدة ظروف الناس فعلا كانت طواق للتغيير نعم والرئيس سعد الحريري للأسف كان في قدامه فرصة ذهبية أنه فعلا يقول أنا إلى جانب التغيير وإلى جانب قوة التغيير وأنا بترك حرية للناخبين ولا كذا ولا كذا أو يرفع الغطى فعليا عن اللي ترشحه اللي كانوا ضمن لويحه سابقا وترشحه هلأ كانت المرشح أو النائب الحالي وليد البعريني حتى الآن صوره إلى جانب صور الرئيس سعد الحريري بمكاتبول خاصة كله هذا استخدم مال الانتخابي استخدم مين رح ياخد مطرح الرئيس الحريري برأيك أو ما حدا بياخد مطرح الرئيس الحريري ما في حدا بياخد مطرح هذا ولكن الطبيعة لا تقول الفراغ أوكي مين يعني السيد بهاء ولا اللواء الشرفريفي أو شخصيات أخرى اليوم في عدة شخصيات اللواء أشرفريفي هو رأس حربي بالمشروع الدفاع عن سيادة لبنان الرئيس الحريري ما كان رأس حربي لا لم يكن يومان رأس حربي منه سيادة الرئيس الحريري طيب كيف تكون السيادة وبتنزل الحزب الله ما اللي كنتم عم بتنسقوا معه القوات لبنانية كمان تنزل الرئيس ميشالون نحن هذا اللي كنا رفضنا بالأول للقوات اللبنانية بهذا الموضوع ولكن اليوم القوات اللبنانية بتختلف عن الرئيس ساعد حريري الرئيس ساعد حريري عمل مراجعة زيتية متأخرة حتى المراجعة الزيتية لقيله كانت بالمقاطعة لم تكن إيجابية صائب حتى بموضوع المراجعة الزيتية ما كانت إيجابية حتى بس في شغلة كما بدي وجهها القوات اللبنانية استخدمت شعارات بعكار وكأنه هي إعاز سعودي وكأنه هذا الشي ما نهو مقبول برأيك مش هالحقيقة يعني اليوم متل ما الطيال الوطني الحر أخذ بشهادة كتير من 6 ل 8 نواب من الدعم الشيعي اليوم قديش عدد النواب بس بديلك شغلة بالأرقام ما هده هي الحقيقة بعكار إظهار هذا الشي للرأي العام كان ترسم بالأرقام بس السفيرة السعودية ما اتدخل بالانتخابات معامل جولات ما هون أنا عباحكي التدخل السفيرة السعودية كان بمكاننا أثر سلبا بعكار يعني اليوم ما فيك تجي تسقط للقوات اللبنانية على مجتمع العكاري هو كان عم بيفرض القوات هذا أظهر والقوات عملت بطريقة نحن إيدنا ممدودة والساحة العكارية رفضت هذه الأسقاط طبعا الأرقام تتحدث عن ذلك لو هي فعلا بهم القوات وبهم المصلحة السيادة كانت عملت رأس حربي فعلا ومدت جسور وبنت هذه الجسور للتواصل مع كل المكونات التغييرية السيادية والمعارضة اللبنانية وصلني قبل ما انتقي لموضوع الساعة اليوم والاستحاقات القادمة وصلني من الأميرة حياة إرسلان بيان صادر عن نجلس مجموعات من الثورة يناشد مجلس مجموعات من الثورة النواب التغييريين بأخذ موقف موحد بعدم انتخاب الرئيس نبيه برري ليس مسموحا أن ندخل بصفقات ومحاصصات ومساومات مع رموز الفساد الذين أوصلوا البلد إلى هذا الدرك إن الثوار والرأي العام الذي منحكم الثقة ينتظر منكم الوفاء بهذه الثقة وعدم الإنجرار إلى لعبة السلطة إنكم تمثلون الثورة والضمير الوطني فلا حرية لكم إلا ضمن الحدود التي رسمتها الثورة وهي إصلاح وأنقاذ الاقتصاد واستعادة حكم القانون والمؤسسات هيدا بيان صادر عن مجلس مجموعات من الثورة يعني عند هيدا الاستحاء الاستحاء الساعة وحديث الساعة بكرة الدعوة لانتخاب رئيس المجلس النيابي اليوم بتعتقد نواب تغييريين وين يعني كل العالم حطت أمال على سألتني عن موضوع القوات وهلا بدي أقول لك نفسي لنسبة تغييريين نحن كنا نقولولي لماذا تحملوا على القوات لأنهم ليس فيزدين وهنا ضد صلاح بلون القصة صح ليس فيزدين وهنا ضد صلاح بمكان ما ولكن هن دخلوا بلعبة المحاصصة وهذا نحن نرفضها كقوى مجتمع مدني وكقوى تغييرية نواب دخلوا اليوم تغييريين بلعبة نتأمل انهم ما يدخلوا بلعبة المحاصصة هذا ما بدنا ينجروا يعني يبين مثل هذا وكلام حضرتك وعن نسمع عدة أمور في من هذه الروحية بمطرح ما أنه يكونوا النواب لكل العالم تأمل يتفين بعتقد لا هني بأذن الله عن تحسن ظنة وهني الكل اللي ربح يستحقون وسيديين ويستحقون طيب بس اليوم كمان شو الخيار الآخر يعني حضرتك حصوب حصوب حالك به هذا المجلس النيابي وعن الثورة ما الخيار الآخر عن عدم انتخاب الرئيس برلي ما في غير ه مرشح ما في غير ه شيع نحكي مثل ما هي يعني أنا كتبت بسوريالية من مرة غرادت فيها أنه يرشح بأسم لقمان السليم الشهيد لقمان السليم دعني يبين العالم نحنا كنا نقول هذا رأي بالنسبة للانتخابات الانتخابات هي فخ ومطب حتى في ناس قاطعت من ضمن القوى المعارضة نعم لأنه هي الانتخابات فخ ومطب لكن لابد أنت توصل صوتك لأنه اليوم المجتمع الدولي أو المجتمع الغربي اللي كان عراب للمنظومة وعلى رأس ماكرون هو عراب ومستمر بتعريبه للمنظومة بيلاك أنتو ما بتمسلو حدا طيب اليوم لازم يطلع موارنة بس ماكرون قال أنه أنتو عم تجبروني اتعاطى مع هيد الطبقة لأنه أنتو منتخبينا واليوم رجعت العالم راحت وانتخبط يعني اليوم ما فيك تنكر أنه كمان بك سروان بمع الموارنة تدوليست راس الليحة كان ندل البستاني طيب أنا أريد أعطيك مثل هذا خيار الناس خيار الناس اليوم أريد أعطيك مثل بفرنسا رجع ربح ماكرون نحسب مثل عكار الأصوات التي حصل لها القوى ضد ماكرون هي أكثر من ماكرون ولكن ماكرون كان موحد مع مجموعة تباوات 100% القوى الظلمية قدرت بتوحد تخرق البحر كيف كيف حزب الله خسر الأكترية بتقوله أنا ما بقول حزب الله خسر الأكترية أنت مش مع هالنظرية لا خسر الريهان أنه المجتمع اللبناني بدو يياك مقاومة بس هو كأكسرية نواب لا سيته يتمتع بالأكسرية وأكبر برهان أنه رح يقدر يأمن الأكترية إلى الرئيس 100% بس خسر الريهان لم يكن يتمتع بالغطاء المسيحي والغطاء السني وغطاء وطني لسلاح اللي يستخدم خارج وحدود هذا ساعت هذا الريهان ساعت هلأ بالانتخابات أو ساعت من قبل ترجم أنه بالانتخابات ساعت رسميا اليوم المجتمع اللبناني ضد هذا السلاح رفائك بجبهة المعارضة اللبنانية بأقل من دقيقة ماذا تقول قبل أن نخطم رفائك بجبهة المعارضة اللبنانية نحن نرجع ونشغل محركاتنا ونحن مثل ما كنا نقول للناس وأكيد هذا الشي نحن جبهة سياسية ولم تكون جبهة انتخابات وأكيد سنستمر ونحن سنتعامل مع رفائنا بجبهة المعارضة اللبنانية بعكار لمصلحة عكار وعبرهم لأي شي تتطلب عكار ما تخزله وقفت الضمير مؤسس ثوار عكار ميراز جندي أهلا وسهلا فيك بالحكم السياسي مشاهدين الكرام فاصل ومنتابع الفقرة الثانية اشتركوا في القناة